أعزائي أريد أن أقرأ من البشير متى من الإنجيل المقدس من إصحاح 21 من الآية الأولى ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجداني أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما واتياني بهما وإن قال لكم أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلسا عليهما والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق وآخرون قطعوا أخصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تتبعوا كانوا يصرخون قائلين أصنى لابن داود مبارك الآت باسم الرب أصنى في الأعالي ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل ترجمة نانسي قنقر